بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدين وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن لا حق علينا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمشاهدين اللهم إنا نسألك الهدى والسداد في القول والعمل قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وأجزل له الثواب في تكملة لرسالة بعثها إلى عالم من أهل المدينة قال رحمه الله ويكون عندك معلوما أن أساس الأمر ورأسه ودعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما ذكره الشيخ هنا في أن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا بالدعوة إلى الله عز وجل فالله جل وعلا بعث الرسل مبشرين ومنذرين أنزل عليهم الكتب كل ذلك بشيء واحد هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له لأن هذا هو الذي خلق الله الخلق من أجله قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم كلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا والأمر بعبادته وحده لا شريك له وكذلك أتباع الرسل من الحلماء كلهم على هذا المنهاج العظيم وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما قال جل وعلا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الظلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله ويكون عندك معلوما أن أساس الأمر ورأسه ودعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ نعم كل الرسل جاءوا بهذا وبدأوا به وهو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه كل الرسل جاءوا بهذا من أولهم إلى آخرهم وكذلك أتباع الرسل من العلماء كلهم دعوا إلى هذا الأمر وهو الأمر وهو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه نعم أحسن الله إليكم وقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَةِ أن يُعْبُدُوا وَلَقَدْ بَالْطَاغُوتِ نعم أشرنا إلى هذا نعم وقال تعالى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ الآيَتَيْتِينَ قال تعالى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان متدثرا يعني متغطيا في منامه فأمر قال الله له يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ قُمْ فَأَنْذِرِ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالْرُجْزَ فَهْجُرْ وَلَا تَمْنُ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ هكذا أوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أول ما أمره الله به قبل أن يأمره بالصلاة والزكاة والصوم والحج أول ما أمره الله بهذا الأمر العظيم وهو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له لأن الأعمال لا تصح ولا تقبل إلا مع توحيد الله سبحانه وتعالى أما من يدعو الله ويدعو معه غيره فإن دعاءه لا يقبل ولا يفيده شيئاً نعم أحسن الله إليكم قول الله عز وجل وثيابك فطهر أعمالك ثيابك فطهر يعني نزه ثيابك عن النجاسات وقيل وثيابك فطهر يعني أعمالك طهر أعمالك من الشرك والآية الشاملة للأمرين نعم أن يطهر ثيابه للصلاة لأن الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة وكذلك الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وَيَكُونُ عِنْدَكَ مَعْلُومًا أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَفْعَالًا وَلِلْعَبِيدِ أَفْعَالًا نعم لله جل وعلا أفعال اختص بها الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من تصريف هذا الكون وكذلك العباد لهم أفعال وهي ما أمرهم الله به من توحيده وطاعته وعبادته وحده لا شريك له مع الأفعال العملية كالصلاة والزكاة وصوم رمضان حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا أحسن الله إليكم قال رحمه الله فأفعال الله الخلق والرزق والنفع والضر والتدبير وهذا أمر ما ينازع فيه لا كافر ولا مسلم أفعال الله جل وعلا معلومة وهو أنه يدبر هذا الكون ويدبر الخلائق بمعنى أنه يأمرهم بطاعته وعبادته وحده لا شريك له وكذلك أفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك فالله له أفعال والعباد لهم أفعال نعم قال وهذا أمر ما ينازع فيه لا كافر ولا مسلم هذا الأمر وهو أنه يخلق ويرزق ويخي ويميت ويدبر هذا الكون كل الناس مقرون به لكنه لا يكفي إلا مع إلا مع أفعال العباد التي أمرهم بها من توحيده وعبادته وحده لا شريك له وأركان الإسلام وأركان الإيمان نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله وأفعال العبد العبادة كونه ما يدعو إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يذبح إلا له ولا يخاف خوف السر إلا منه ولا يتوكل إلا عليه وأفعال العبد العبادة نعم أفعال الله تدبيراته سبحانه وتعالى في هذا الكون وأفعال العبد هي أن يعبد الله وحده لا شريك له حسب ما أمره الله به ويخلصها لله عز وجل وحده لا شريك له نعم أحسن الله إليك قال كونه ما يدعو إلا الله كونه ما يدعو إلا الله دعاء العبادة لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى وَلَا يَنْذُرُ يَنْذُرُ وَلَا يَذْبَحُ وَلَا يَخَاف خوف السر يعني كل أفعال العبادة يخلصها لله سبحانه من الصلاة والصيام والحج وسائر ما أمر الله جل وعلا به عباده نعم أحسن الله إليك وَلَا يَخَاف خوف السر إلا منه وَلَا يَخَاف خوف السر وهو خوف العبادة إلا من الله أما الخوف من السبع والخوف من الحيات والخوف من العقارب والخوف من المحاذير فهذه أيضا مطلوب من العبد أن يتجنبها حفاظا على حياته وحفاظا على استمرار عبادته لله سبحانه وتعالى أحسن الله إليك قال وَلَا يَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَيْهِ وَلَا يَتَوَكَّلُ الْعَبْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فَالْمُسْلِمُ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ بِأَفْعَالِهِ سُبْحَانَهِ وَأَفْعَالِهِ بِنَفْسِهِ المسلم من وحد الله بالنوعين وحد الله في أفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة أن هذه التدبيرات خاصة به سبحانه وتعالى وكذلك أفعال العبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من أفعال العبادة وهاية كثيرة وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كله مطلوب من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتمروا به ويفعلوه أحسن الله إليكم قال رحمه الله وَالْمُشْرِكُ الَّذِي يُوَحِّدُ اللَّهَ بِأَفْعَالِهِ سُبْحَانَهِ وَيُشْرِكُ بِأَفْعَالِهِ بِنَفْسِهِ هذا هو المشرك الذي يوحد الله بتوحيد الربوبية وهي إفراد الله جل وعلا بأفعاله سبحانه وهذا لم يجحده أحد من الخلق مؤمنهم وكافرهم توحيد الربوبية وكذلك يوحد الله بأفعاله هو بأفعال العبد مما أمره الله جل وعلا به وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من صلاة وصيام وحج وجهاد في سبيل الله وغير ذلك من أفعال الطاعات التي أمر الله بها وشرعها لعباده نعم قال وَالْمُشْرِكُ يُشْرِكُ بِأَفْعَالِهِ بِنَفْسِهِ المُشْرِكُ لا يُشْرِكُ بِأَفْعَالِ اللَّهِ جل وعلا كل الخلق مقرون بأفعال الله جل وعلا وهما يسمى بتوحيد الربوبية وإنما الخلاف في أفعال العباد التي شرعها لهم فمن العباد من قام بهذه الأوامر على الوجه المشروع وهؤلاء هم السعداء ومن العباد من لم يفعل ما أمره الله به وهذا هو المشرك فإنه يُشْرِكُ في أفعاله في أفعاله التي أمر الله جل وعلا أمره الله جل وعلا بها أن يُخلصها لله عز وجل فعبد الله وعبد معه غيره هذا هو المشرك الشرك الأكبر أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين شكرا للمشاهدة